طبعا في هذا الجزء من المحاضرة سوف نتناول أدوات برنامج الفوتوشوب طبعا أدوات برنامج الفوتوشوب التي سنتحدث عنها هي صلب برنامج الفوتوشوب وإتقان مهارات استخدام هذه الأدوات يعتبر نوع من أنواع التميز والاحترافية وبالتالي فنحتاج إلى إتقان هذه المهارات نحتاج إلى تدرب عليها باستمرار نحتاج إلى القراءة والبحث عن استخدامات أخرى لهذه الأدوات بحيث يتميز برنامج الفوتوشوب بإمكانية توظيف الأشياء بطرق مختلفة غير الطريقة التقليدية لها بحيث تخدم لدينا فكرة التصميم وتخدم مضمون العمل أو مضمون البوستر أو مضمون الملصق الذي سنقوم بتصميمه طبعا بالنسبة لما سنتحدث عنه الآن هو ضبط خصائص الفرشاة من حيث الحجم والقوة ومعالجة الصورة باستخدام أدوات المداوى والترقيع بالإضافة إلى التلوين باستخدام أداتي الدلوة والتدرج اللوني بالإضافة إلى أدوات التأثير على الصورة وأدات الاقتصاص وأدوات القياس والملاحظة هذا يعني الجانب الأول الذي سنتناول أو سنتناول الحديث عنه طبعا بالنسبة للأدوات طبعا برنامج الفوتوشوب طبعا كما تلاحظون أو كما أشرنا في أولى محاضراتنا بأن هذه القائمة هي قائمة أدوات برنامج الفوتوشوب طبعا قلنا أن الجزء البرنامج صمم على أن يقسم الأدوات إلى أجزاء يعني كما تلاحظون هذا الخط الأفقي يشير إلى أن هذه الأدوات مشتركة في وظيفة معينة وأن هذه الأدوات مسؤولة عن وظيفة معينة وهذه الأدوات كذلك بالإضافة إلى أدوات الرؤية وصندوق الألوان ونظام الماسك أو نظام التصميم العادي طبعا بالنسبة للأدوات تحدثنا عن أدات السليكشن أو أدات التحديد وقلنا أن هذه الأدوات تستخدم في عملية الرسم أو في عملية القص وعرفنا كيف نرسم التحديدات وكيف نتحكم بخصائص هذا التحديد من هنا حيث أن كل أدات طبعا كما تلاحظون لها مجموعة من الخصائص تختلف باختلاف نوع الأداء طبعا الجزء يعني نحن تحدثنا عن أدات السليكشن هنا تحدثنا قليلا عن أدات الموفي أو أدات التحريك ولكن سنتحدث عنها بالتفصيل بإذن الله في هذه المحاضرة طبعا تحدثنا عن أدوات التحديد بناء على التباين اللوني وأدوات الحبل ومن ضمنها كانت أدات الحبل الحر وأدات التحديد المضلع وأدات الحبل المغناطيسي طبعا باقي الأدوات سنتحدث عنها في المحاضرات القادمة بإذن الله طبعا حتى نستخدم أو نعرف وظيفة أدات التحريك وتغيير الحجم أو أدات الموفي نقوم أولا بفتح صورة أو بفتح صفحة تصميم جديدة نختار الأبعاد مناسبة مثلا ولتكن بهذه الأبعاد ثم نذهب إلى صورة ولتكن مثلا ولتكن مثلا صورة هذا الطفل نقرأ المززوجان طبعا أدات التحريك تستخدم أيضا ليس فقط في تكبير أو تصغير أو دوران الصورة أو الشكل طبعا هي أيضا تستخدم في النقل يعني مثلا نحن هنا قلنا بفتح صورة الطفل ولدينا هنا صفحة تصميم نريد أن ننقل هذه الصورة إلى صفحة التصميم الخاصة بنا بكل بساطة نذهب إلى الصورة ونقوم باختيار أداة الموفي أو الموف ثم نقوم بسحب هذه الصورة بالنقرأ على الزر الأيسر الفأرة والتوجه إلى صفحة التصميم الـ Untitled 1 ونضع الصورة في مساحة التصميم البيضاء هنا ونترك مؤشر الفأرة بهذا الشكل فتظهر لدينا هذه الصورة قد ملأت صفحة التصميم بالكامل طبعا حتى أعرف خصائص هذه الأداة أولى خصائصها أو أولى إمكانياتها هي إمكانية التكبير والتصغير طبعا تكبير حجم الصورة يختلف عن تكبير أو تصغير أبعاد الشاشة بمعنى أنني هنا أقوم بتصغير أبعاد الشاشة ولا أصغر الصورة بالضغط على مفتاح Ctrl- وCtrl- لتكبير أبعاد الشاشة وليس الصورة يعني أنا فعليا لم أقوم بتكبير الصورة ولكن قمت بتكبير الشاشة طبعا أختار أداة الموفي من هنا وأقوم بالنقر بهذا الشكل حتى تظهر لدينا هذه النقاط طبعا هذه النقاط كما هي معروفة لدينا تشبه النقاط الموجودة في برنامج الورد مثلا تستخدم في عملية التكبير والتصغير طبعا عنده النقر على أحدى هذه النقاط في الزاوية والسحب إلى الداخل نقوم بالتصغير والنقر إلى الخارج نقوم بالتكبير طبعا لابد أن نلاحظ أن نسبة الطول إلى العرض لابد أن تبقى ثابتة وكيف نحافظ على نسبة الطول إلى العرض هي بالضغط على مفتاح الشفت أثناء التكبير والتصغير بهذا الشكل ونقوم بسحب الصورة إلى داخل مساحة التصميم البيضاء بهذا الشكل ونضغط على مفتاح انتر طبعا لابد أن نلاحظ هنا أن برنامج الفوتوشوب يعتمد على مبدأ التأكيد يعني تأكيد الأوامر التي نريدها يعني هنا لاحظ أنني لا أستطيع يعني كما تلاحظون أن الأداة مازالت فعالة أداة التكبير مازالت فعالة فحتى أنهي أمر التطبيق وأشير إلى برنامج الفوتوشوب بأنني فعلا قد انتهيت من عملية التكبير أو التصغير أقوم بالضغط على زر الصح هنا أو الضغط على مفتاح انتر بهذا الشكل فيكون برنامج الفوتوشوب قد علم بأنني قد انتهيت من عملية التكبير أو التصغير طبعا هنا أنا أقوم بتكبير الشاشة حتى تكون مناسبة مثلا لعملية التصميم طبعا هذه كانت أولى استخدامات أداة الموف طبعا يمكنني أيضا باستخدام نفس الأداة هي أن أقوم بدوران الصورة بهذا الشكل من أحدى الزوايا بهذا الشكل طبعا أيضا عند انتهاء عملية أو التأكيد أن فعلا هذا هو هذه الزاوية التي أريدها أقوم بالضغط على مفتاح انتر أو الصح من هنا بهذا الشكل طبعا من استخدامات هذه الأداة الموف هي التحكم في اختيار العناصر الموجودة لدينا في التصميم فمثلا لو نقرنا على زر F7 فنلاحظ هنا أنه يوجد لدينا طبقة layer 1 والتي يوجد بها صورة الطفل طبعا صورة الطفل هنا نقوم بمثلا تكرار طبقة جديدة لهذه الصورة وأقوم برسم مثلا عنصر آخر أو دائرة مثلا سيليكشن هنا وليكن لون التابع الخلفي أزرق بهذا الشكل ثم كنترول ديليت وكنترول ديلي إزالة التحجيد طبعا الاستخدام الآخر هو أنني استطيع أن أحدد العناصر الموجودة على صفحة التصميم باستخدام أداة الموف وذلك من خلال خاصية الأوتو سيليكت طبعا الأوتو سيليكت هنا يحدد لدينا أي شيء أقوم بنقر عليه مباشرة ولستنا بحاجة إلى الذهاب إلى قائمة اللير لتحديد صورة الطفل أو تحديد الدائرة طبعا أختار أتأكد بأن الوضعية هنا هي أوتو سيليكت لير وثم مباشرة أنقر على الطفل هنا في التصميم ونلاحظ أنه قام بتحديد صورة الطفل في الطبقات أنقر على أداة أو على الدائرة ونلاحظ أنه قد حدد طبقة الدائرة وحدد الصورة بهذا الشكل طبعا لو كانت مثلا لدينا هنا نقوم بتكرار مثلا هذه الدائرة ونعطيها مثلا لون آخر من تأثيرات الطبقة مثلا لون أحمر وأقوم مثلا هنا بوضع الطبقتين في مجلد واحد بتحديد هاتين الطبقتين ثم الضغط على كنترول مع حرف ج فنلاحظ أنهم وضعهم في مجموعة واحدة كما تعلمنا وأسميها مثلا طبقة الدوائر الدوائر بهذا الشكل طبعا الغرض من هذه الفكرة أنه نتعرف على الفرق ما بين الأوتو سيليكت لاير التي تعلمناها قبل قليل والأوتو سيليكت جروب لو اخترت جروب فإنه يحدد الجروب بالكامل ولا يحدد طبقة بعينها كما تلاحظون هو يحدد الجروب بالكامل بهذا الشكل طبعا هو يقوم أيضا بتحديد الطبقة ولكن عندما أنا أختار هنا لير فإنني أقوم فقط بتحديد الطبقات في داخل المجلد ولا أحدد المجلد بالكامل أختار من هنا جروب بهذا الشكل أستطيع تحديد الجروبات أو المجموعات الخاصة بالطبقات بهذا الشكل طبعا جدير بالذكر أنه مثلا قد تظهر لدينا أن أختار فعلا أداة الموف ولكن لا تظهر لدينا نقاط لترانسفورم أو نقاط التحكم التي تحدثنا عنها لإظهارها توجد لدينا طريقتين إما بالنقر على أداة الموف ثم اختيار شو ترانسفورم كونترولز من هنا من خصائص هذه الأداة كما تلاحظون ظهرت لدينا هذه النقاط أو بالضغط على مفتاح كونترول مع التى لتظهر هذه النقاط ويمكننا هنا التحكم بها طبعا أيضا من الملاحظات المهمة أنني حتى أحافظ على نسبة الطول إلى العرب في الصورة أقوم بالضغط على مفتاح الشفت أثناء عملية التكبير أو عملية التصغير طبعا أنا ألاحظ أن معظم المصممين لا يهتمون بالأبعاد الحقيقية للصورة وخاصة إذا كانت صورة طبيعية أو صورة لأشخاص وما إلى هناك طبعا حتى أحل هذه المشكلة بكل بساطة أقوم بالضغط على مفتاح الشفت ثم أقوم بالتكبير أو التصغير بهذه الطريقة طبعا كما يمكن مثلا أن تكون لدينا الصورة بهذا الشكل الأفقي وأريد أن أقوم بإعطاءها دوران بزاوية معينة أو زاوية 45 درجة طبعا إذا أنا قمت بالتحرير بهذا الشكل طبعا تتحرك لدينا بمنتهى الحرية ولكن أريد فعلا أن أقوم بتحريكها بزاوية 45 درجة في إحدى الاتجاهات أقوم بالضغط على مفتاح الشفت أثناء الدوران نضغط على شفت طبعا نلاحظ زاوية 45 زاوية 45 بهذا الشكل طبعا هي الزاوية هذه لا تكون طبعا يعني مقدارها 45 بالضبط ولكن يعني هي مقدارها 15 درجة هذه الزاوية هنا هنا 45 درجة وهنا 90 درجة طبعا أنا أنظر إلى الزاوية من خلال المعلومات التي تظهر لدينا هنا طبعا كما تلاحظون هنا الزاوية 0 هنا بالزاوية 15 درجة بمعنى أن أداة التحريك هذه بالضغط على مفتاح الشفت يحركها بزاوية منتظمة مقدارها 15 درجة في كل عملية تدوير نسبة لأداة الفرشاء التي سنتحدث عنها الآن طبعا هذه الأداة تم وضعها في برنامج الفوتوشوب بحيث تحاكي أداة الفرشاء التي يستخدمها الرسام في الوضع الطبيعي وبالتالي فإن هذه الأداة تحتاج إلى مهارة وإلى موهبة بالأساس يعني موهبة الرسم مثلا تكون موجودة عند المصمم بحيث أنه يستخدم هذه الأداة طبعا سنعرض أمثلة تطبيقية على هذه الأداة ولكن سنوضح أولا فكرتها وكيفية استخدامها طبعا هذه الأداة كما تلاحظون بالنقر عليها هنا نستطيع التحكم في مجمل خصائصها طبعا الخاصية الأولى لهذه الأداة هي حجمها والخاصية الثانية تحكم بنعمتها بالإضافة إلى التحكم بشكل الفرشاء وسنتعلم أيضا كيفية إنشاء فرشاء خاصة منها نستخدمها في عملية الرسم أو في وضع توقيع على تصميم لنا لنشره بحيث أنه يعني لا يتم سرقة إذا كنت أنا مصمم على الويب أو مصمم يعني لا أريد أن يتم سرقة عملي الفن طبعا هذه الأداة يتم بنقر عليها هنا نقرة وتعتمد بالأساس على اللون الأمامي يعني اللون الأمامي كما تعلمنا في المحاضرات السابقة يتم اختيار اللون الأمامي بهذا الشكل طبعا الخاصية الثانية هي أنه بنقر على أي منطقة بيضاء هنا في التصميم تظهر لدينا مجموعة من الخيارات الخيار الأول خيار التحكم بحجم هذه الفرشاء كما تلاحظون يزداد حجمها كما مثلا إذا اخترنا أداء طبعا هنا يمكننا اختيار نوع آخر من الفرشاء يعني يمكننا مثلا اختيار هذه الفرشاء طبعا هذا للتحكم بالحجم هنا للتحكم بحدة الفرشاء بمعنى كما تلاحظون أن حواف هذه الفرشاء غير حاد ولكن إذا اخترت مثلا قمت بزيادة الهارفنس هنا فإن الحدود تصبح حدود هذه الفرشاء تصبح حادة كما تلاحظون طبعا نقوم بعمل تطبيقي بسيط هنا نقوم بإنشاء طبقة جديدة كما تعلمنا من خلال الضغط على زر ميو وهنا نقوم مثلا برسم أنا طبعا لست رسام يعني لست رساما وبالتالي يعني ستواجهني صعوبة في عملية الرسم لكن سأعرض عليكم يعني نماذج لعملية الرسم الآن فقط سنتحدث عن آلية الرسم طبعا لإخفاء هذه النافذة التي تظهر أمامي أقوم بالنقر على أي منطقة في التصميم يعني أقوم مثلا بالنقر هنا فنلاحظ اختفاء القائمة طبعا هنا أحاول أن أقوم برسم فراشة بيداء الشكل طبعا سنطلب تطبيقا منكم لرسم منظر طبيعي بعد قليل طبعا لست رساما وبالتالي فستواجهني كما أستفت مشكلة في عملية الرسم طبعا يمكنني هنا اختيار يعني نمط آخر من الفرشة أقوم بزيادة حجمها طبعا هذه النافذة تظهر بالنقر على الزر الأيمن للفأرة على أي منطقة بيضاء نختار لون أمامي آخر بهذا الشكل طبعا يمكنني أيضا أختار فرشة طبعا كلما قمت بالتحكم بخصائص هذه القرشة وكان هناك اهتمام في تفاصيل التصميم يكون هناك مخرج جيد لعملية الرسم طبعا أنا أريكم الآن فرشة أقوم برسم فرشة وبالتالي سوف تلاحظون يعني أن عملية الرسم هذه تحتاج إلى موهبة لأنني سأريكم بعد قليل ماذا يقوم الرسامون بالرسم عن طريق برنامج الفوتوشوب طبعا أمية جوحة على سبيل المثال أمية جوحة تعتمد برنامج الفوتوشوب في عملية الرسم هي تقوم برسم الخطوط العريضة على ورقة بيضاء عادية وتقوم بإدخالها إلى برنامج الفوتوشوب وتقوم بتلوينها لأنه نشاهد طبعا الكاريكترات المختلفة التي تقوم بنشرها في الصحف هذه تقوم بتلوينها عن طريق برنامج الفوتوشوب باستخدام هذه الأداء طبعا كما أستافت كلما كان هناك اهتمام بالتفاصيل طبعا يكون هناك تصميم يعني مقبول أقوم هنا أنا بتدريج اللون تدريج اللون بهذا الشكل بحيث أنه يعني يعطيني توزيعا للإضاءة والضلال في أسرق التصميم بهذا الشكل طبعا يمكننا مثلا هنا تغيير اللون بهذا الشكل هنا وتلوين هذه المنطقة يعني كما أسلفنا أن الهدف من هذا التطبيق هو يعني محاولة استخدام الفراش في التصميم طبعا نشاهد مثلا ماذا يقوم أن يصممون أو الرسامون بالرسم باستخدام هذه الفرشاة نلاحظ هنا مثلا رسامة تقوم بعملية الرسم باستخدام أداة الفرشاة تشير إلى كيفية خطوات الرسم طبعا نلاحظ أنه رسم يعني بمتهى الدقة ومتهى الحرفية هذا طبعا يوجد بدينا فستان كيف تقوم بتوزيع الإضاءة هنا طبعا هي لم تستخدم فقط أداة الفرشاة هي استخدمت أداة المزج هنا أيضا في عملية الرسم والتي سنتحدث عنها بعد قليل طبعا كما تلاحظون كيف تقوم بعملية رسم صورة الشعر هنا وإعطاء الإضاءة نلاحظ اهتمامها بالتفاصيل طبعا كلما كان هناك اهتمام بالتفاصيل كان هناك مخرج جيد كان هناك إبداع في العمل مشاهد مثلا صورة هذا الطائر يعني ممكن تكون المصممة أو الرسامة صاحبة هذه الصور كما قامت أمية جحاب مثلا بتصوير التصميم والخطوط العريضة على اسكان رسمتها بيدها مثلا وقامت بتلوينها باستخدام أداة الفرشاة طبعا هنا لا نشطرط أن يكتم الرسم بأداة الفقرة أو بالفقرة يقوم أيضا الرسم باستخدام المؤشر أو القلم الخاص بعملية الرسم با هذا الشكل طبعا يوجد دينا هنا تطبيق بسيط مدة عشرة دقائق نقوم فيه برسم منظر طبيعي وفق الشروط التالية استخدام ثلاثة ألوان من الفرش ونستخدم أنواع مختلفة من الفرش يوجد لدينا ثلاثة ألوان وأنواع مختلفة من الفرش بالإضافة إلى استخدام أشكال مختلفة من الفرشاة ونقوم باستدعاء المعلم ليقوم بعملية تقييمنا مدة هذا التقييم هي عشرة دقائق بالعودة إلى هذا التصميم سأقوم بحفظ اللي قد أحتاجه يعني في عملية تطبيق الدروس القادمة كما تعلمنا من قائمة فايل أقوم بحفظه سيف أحدد المجلد الخاص به على سطح المكتب هنا أقوم بتسميته أختار نظام الامتداد أو الصيغة بي اس دي وأقوم بتسمية مثلا بالفرش أو الفراشة ثم أضغط على مفتاح اس طبعا الآن سنتحدث عن آلية تصميم فرشاة خاصة بنا نفترض مثلا أن هذه الفرشاة أو هذه الفراشة ستكون فرشاة أريد استخدامها في عملية التصميم أولى الخطوات التي أقوم بتطبيقها هي أن أقوم بإنشاء صفحة تصميم ذات خلفية بيضاء أو ذات خلفية عفوا ذات خلفية شفافة ويكون ذلك من خلال قائمة فايل ثم نختار منها نضع الأبعاد التي نريدها هنا 500 في 500 بيكسل مثلا ونقوم باختيار نظام الخلفية أو background contents لجعل الخلفية شفافة نقوم باختيار هنا transparent ثم ننقر على مفتاح أو على زر الأوكي هنا طبعا نقوم بإجراء التعديلات التي نريدها كمثلا رسم دائرة رسم مربع وما إلى هنالك أنا شخصيا سأقوم بالاستفادة من صورة كونترول زد كونترول زد للتراجع سأقوم بالاستفادة من الفراشة التي رسمتها هنا وأستخدمها كفرشة أقوم بسحبها إلى صفحة التصميم الجديدة كما تلاحظون يعني تم وضحها بهذا الشكل طبعا توجد لدينا هنا طبعا اللي جعل الفراشة شفافة بهذا الشكل هو أنني قمت بتصميمها في طبقة المنفصلة وليس على طبقة background وهذه الملاحظة بالغة الأهمية نأتي هنا إلى صفحة الفراشة لنجعلها فرشاة نقوم أولا بإزالة ما يحيط بها من فراغات يعني نحن لا نحتاج كل هذه المساحة للفراشة فلإزالتها أقوم بذهاب إلى قائمة image ومنها أختار trim ومباشرة أقوم بالضغط على مفتاح OK طبعا هذا الخيار يتيح لي حدف المناطق الفارغة من التصميم transparent pixel ثم أقوم بالضغط على زر OK بهذا الشكل تظهر لدينا الفراشة بدون أي إضافات جانبية لا أحتاجها هنا أقوم بالتوجه إلى قائمة edit ومنها أختار define brush preset كما تلاحظون وأقوم بتسمية هذه الفرشة أسميها مثلا الفراشة وأنظر إلى الرقم الموجود هنا طبعا الرقم 303 قد أحتاجه في عملية التصميم طبعا ملاحظة أن الفرش كما سنلاحظ الآن لا تعتمد على الألوان يعني لن أستخدم الفرشة عندما أستخدم الفرشة لن تكون هذه الفراشة بهذه الألوان الزاهية الموجودة أمامنا طبعا نقوم هنا مثلا لا أحتاج الآن إلى صفحة التصميم هذه ولكن سأقوم بإنشاء صفحة تصميم جديدة بنفس الأبعاد 500x500 pixel ثم أنقر على زر OK طبعا أستطيع أن أقوم بملءة لون الخلفية لتابعة بأي لون أريد وليكن أبيض لا توجد مشكلة أقوم بإنشاء طبقة جديدة هنا أقوم بأن نقر على زر الفأرة أختار الفرشة أولا ثم أذهب إلى أي منطقة بيضاء في التصميم وبالزر الأيسر للفأرة عفوا بالزر الأيمن للفأرة نقوم بتنقل ما بين الفرشة الموجودة ألاحظ هنا وجود فرشة برقم 303 وهي الفرشة التي قمت بتصميمها أقوم بالنقر هنا بهذا الشكل أكون قد صنعت فرشة خاصة بي أستطيع من خلالها كما تلاحظون الاستفادة من هذه الفرشة في عمل أختام أقوم بتصغير حجمها قليلا مثلا أغير لونها إلى اللون الأحمر مثلا أزيد حجمها أصغر حجمها هنا قليلا بهذا الشكل أغير اللون مرة أخرى طبعا كما تلاحظون الفرشة هي لم تأخذ لدينا ألوان الفرشة الطبيعية التي قمت برسمها ولكن قامت بتعتمد على اللون الأمامي للفرشة نختار هنا مثلا نقوم بزيادة حجمها في هذا الشكل نختار لون آخر وليكن هذا اللون طبعا يمكنني أيضا التحكم بشكل هذه الفرشة التي قمت بصناعاتها من خلال نافذة مستقلة أكثر تخصصية للفرش وهي بالضغط على مفتاح F5 تظهر لدينا هذه الخصائص الخاصة بالفرشة طبعا بشكل موجز مثلا نختار shape dynamics هنا نقوم بالضغط على علامة الصح ونختار size من هنا بهذا الشكل نتحكم بها بشكل عشوائي نترك لكم مجال استكشاف هذه الأداء وكيفية تطبيقها يوجد دينا هنا خيار أيضا color dynamics نقوم أيضا بالنقر عليه ونتحكم في التشبع الخاص أو الخاصية الصبغة وال saturation بهذا الشكل ونقلق هذه النافذة وأيضا نحذف ما قمنا بتصميمه ونشئ طبقة جديدة لنلاحظ التغيرات التي تحصل كما تلاحظون تم رسم هذه الفراشة بأشكال مختلفة يمكنني أيضا اختيار لون آخر ومحاولة الرسم تصغير حجمها قليلا بهذا الشكل نحن نكون قد استفدنا من نافذة جديدة للفرشاة بالضغط على F5 يمكننا التحكم بخصائص هذه الفرشاة بهذا نكون قد تعلمنا مهارة استخدام الفرشاة وتغيير خصائصها بالإضافة إلى إنشاء فرشاة خاصة بنا والآن وأتحكم أيضا بخصائص المتقدمة لهذه الفرشاة كما أشرنا المطلوب هو تطبيق ما قمنا بتنفيذ أمامكم طبعا يوجد لدينا هنا تطبيق مدة عشر دقائق نصنع الفرشاة الخاصة بنا ونضعها في صفحة التصميم خاصة بنا كذلك ونقوم باستدعاء المعلم لتقييمنا لا ننسى طبعا أن تكون صفحة التصميم الخاصة بالفرشاة بخلفية شفافة وثورة انتهائنا نستدعي المعلم لعمليات التقييم الآن سوف نتحدث عن كيفية استيراد مجموعة من الفرش إلى داخل برنامج الفوتوشوب طبعا يوجد العديد من الشركات التي تقوم بتصنيع هذه الفرش تكون هذه الفرش بالغة الدقة بالغة الإتقان تضفي على التصميم رونق وإبداع في المخرج النهائي للتصميم طبعا نستطيع الحصول على هذه الفرش من خلال البحث في جوجل على هذه الفرش قمت باستيراد مجموعة من الفرش أنا في هذا التطبيق أو في هذا الدرس وسنريكم كيفية تركيبها في داخل برنامج الفوتوشوب نختار أداة الفرشاة هنا نذهب إلى أي منطقة بيضاء في شاشة التصميم نختار من هذا الزر الصغير هنا الدائري ونختار هنا Load Brushes بهذا الشكل ويطلب مني تحديد مكان الفرش التي قمت بتحميلها من الإنترنت أنا قمت بتخزيني على سطح المكتب كما تلاحظون هنا ثلاثة فرش طبعا هذا هو شكل أيقونة الفرش المستوردة هذه الفرش هنا طبعا لا تحتوي بضرورة على فرشة واحدة ممكن أن تحتوي الخيار الواحد هنا على مجموعة من الفرش نختار هذه الأداة طبعا نذهب هنا إلى أسفل التصميم نلاحظ أنه قد قام بتحميل فرش على شكل سحاب بهذا الشكل نجرب مثلا نختار طبعا لون الخلفية يناسب السحابة وهو اللون السماوي الأزرق السماوي من هنا بهذا الشكل بتعبئة اللون الخلفي للخلفية كونترول دي وهنا نختار اللون الأبيض الفرشة مرة أخرى نختار من أداة الفرشة هنا الفرشة التي أريد أن تكون من هذه الفرشة وأقوم بأن نقر هنا نقرة تلاحظون أن الفرشة يعني توجد على شكل سحابة أو على شكل سماء لتزاد وضوحا نقوم بزيادة يعني الخلفية بهذا الشكل كما تلاحظون هذه هي فرشة طبعا يوجد أيضا أشكال أخرى من هذه الفرشة بهذا الشكل طبعا هذه الفرشة هذه الفرشة المستوردة أو الجاهزة تتيح لدي خيارات كثيرة في عملية التصميم يمكننا مثلا أيضا نرى مثلا مجموعة أخرى من الفرش لود براشز نختار مثلا هذه الأداء نرى هنا مجموعة جديدة ظهرت من الفرش بهذا الشكل نختار مثلا منها هذه الأداء طبعا هي كبيرة الحجم نلاحظ هنا حجمها أكثر من ألفين بيكسل نقوم بتصغيره قليلا كما تلاحظون شكل الفرشة أكبره قليلا لتظهر في هذا الشكل يمكننا أيضا اختيار شكل آخر هنا أقوم بتصغيره قليلا وبهذه الخاصية نكون قد أجملنا معظم ما يهمنا في مجال أو في موضوع الفرش ونستطيع أن نستفيد منها في مجال التصميم بناء على الفكرة العامة للبوستر أو الملصق التعليمي الذي سنقوم بتصميمه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر